قد يتساءل البعض هناك من لا يستطيع المدومة في التواف للإرهاق للتعب لعارض حدث له ماذا يفعل؟ هل له أن يستريح أم ماذا يفعل؟ الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعه ولا يكلف نفسا إلا ما آتاه إذن فالله تبارك وتعالى علم أن فلان هذا قادر على الإكمال إلى النهاية وأن فلان هذا حين توقف عن أن يواصل الأشواط أنه بلغ غاية الجهد وأصبح غير قادراً على المواصلة والله أرحم بنا من رحمتنا بأنفسنا لذلك حضرتك بدأت أشواط الطوف في الشوط الأول الحمد لله خصوصاً كبار السن وأحياناً بعض كبار السن وبعض المرضى يستحي أن يطوف على العجلة التي يطوف عليها أو على الكرسي يستحي وهذا شعور جميل وشعور طيب ويتحمل وإن كان فيه إرهاق على نفسه لكن يقول لك الله تبارك وتعالى خلقني وأنا أستطيع فمن أدبه مع الله تبارك وتعالى وإن كان يعلم شرعاً أن هذا صحيح وأن هذا جائز لكن أنه يجي يقول لك لا الأجر على قدر الجهد في يجي في الشوط الثالث أو الرابع يتحب لا يستطيع أن يواصل فيعمل إيه؟ يخرج خارج ازدحام الناس في مكان هادئ ويستريح قدر هذه الاستراحة قدر ما يستريح قد تستغرق منه دقيقة قد تستغرق عشر دقائق ثم بعد أن يستريح ويبدأ يستجمع قوته مرة أخرى يعود فيتم على ما بدأ الاستراحة هنا مش مقيدة بوقت معين يعني حتى مقيدة بأن يرتاح لا تتنافى هذه الاستراحة مع الموالاة في الطواف؟ لا تؤثر لأن الموالاة في الطواف هو داخل الحرم لم يخرج من الحرم ولم ينشغل بشيء آخر عدد الطواف وإنما أجهد فجلس ليستريح منه على اختصارها وبساطاتها واجازاتها جلسة الاستراحة في الصلاة لم يجي يقوم فبيستريح ثم يقوم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره وصارت سنة للناس أنك إذا في الصلاة لا تستطيع أن تقوم من السجود إلى الرفع مباشرة ويجلس جلسة تسترح ثم ينهض منها للصلاة فهذه صلاة فهو تعب وأرهق في الشوت الأول في الشوت الثاني في الشوت الثالث أي أن كان الشوت الذي أرهق فيه وجد أنه أو طرأ له طارئ أحيانا بعض الناس الظروف الصحية أحيانا وهو يطوف مثلا يرتفع عنده الضغط مثلا إن كان عنده الضغط أو يحس بهبوط أو أصيب برعاف فيريد أن ينظف احتراما وتقديرا لحرمة الحرم ولتعظيم هذا البيت العتيق وكذلك حتى لا يتأذى هو نفسه فربما كان إنسان مريض وعلى نفسه هكذا ويستند على شيء فأرهق هذا الذي يستند عليه فيستريح وقدر هذه الاستراحة كما ذكرنا قدر ما يحس أنه يستطيع أن يعاود الطوف من أين يبدأ؟ من المكان الذي توقف منه